السلام عليكم ستشاهدوا من عجائب الطيور وغرائب طباعها الفطرية طيرين مختلفين يوجدان في السعودية والدول العربية فيهما متناقضات مثيرة في الطباعة وسأمهد بأنه يمكن أن نسقط طباعها على سلوك في البشر في فرقات متضادة من أنانية الفرد ومصلحتها على حساب الآخرين والإضرار بهم إلى تضامن الأسرة أو العشيرة وبذر الفرد لصالح المجموعة بين الانتهازية والتطفل والتكافل والإيثار وبين الخير الكريم والخبيث اللئيم وربما تذهب أنت إلى أبعد من ذلك في إسقاط الخسة والغدر وكيف تصبح وسيلة المتسلق للاستحواذ على حقوق الآخرين لكن الخاتمة من فسح التدبر في عظمة الخلق والتأمل في عجائب الطيور وما وهبها الخالق عز وجل من قدرات ومهارات فريدة تتجاوز قدرات البشر إنما هي تنفع الإنسان وطبيعته وبيئته من بين مئات الأنواع من الطيور البرية في السعودية التي توجد أيضاً في دول المشرق والمغرب العربي ستشاهد نوعين هما من أبرز الأنواع إثارة للدهشة في سلوك التفريخ والتكاثر والرعاية والتغذية الأول نوع مهاجر اسمه الوقواق تلصق عليه بعض المصادر صفة النذالة واللؤم يأتي إلى المملكة مع الطيور المهاجرة العابرة مرتين سنوياً ومن أشهر أسمائه عند هواة الصيد اللازوك حجمه مقارب للقمري والحمام وإن كان يبدو أكبر منها وبتشكيل ريش يشبه لأول وهلة هيئة بعض الصقور أو البواشق لكنه ليس من الجوارح الذي يثير الدهشة في الوقواق السلوك في موسم التكاثر وهنا أؤكد على أن ما سيأتيك هو خلاصات من دراسات علمية بعد التزاوج تراقب أنثى الوقواق الأشجار والعشاب باحثة عن أعشاش الطيور الصغيرة مثل الطيور الدخلة والهوازج وحينما تترك تلك الطيور الصغيرة لعشاشة لوقت قصير في بحثها عن الغذاء تتسلل أنثى الوقواق وتضع بيضة واحدة في عش الصغار وتكون البيضة في الغالب مشابهة لألوان البيضة الموجود في العش وللإمعان في الخدعة القادمة فهي تخرج بيضة واحدة من العش حتى لا تحدث زيادة في عدد البيض وتطير إلى غير رجعة باحثة عن أعشاش طيور صغيرة أخرى لتمارس نفس الحركة فتترك في كل عش بيضة واحدة لأنها لا تبني عشا ولا تحضن بيضها ولا ترعى أفراخها بعض الطيور الصغيرة تكتشف البيضة الدخيلة وتكسرها وتخرجها من الأش لكن في الغالب تنطلع عليها الخدعة خصوصا أن بيض أنثى الوقواق يحاكي شكل أو لون بيض تلك الطيور الصغيرة المخدوعة الأدهى من ذلك الذي يحدث من فرخ الوقواق أول ما يفقس وبنزعة فطرية وهو مومض العينين يبدأ بإخراج البيضة والأفراخ من العش واحدة بعد الأخرى يحملها فوق ظهره ويرفعها ليسقطها من العش ويتخلص منها ليبقى لوحده فقط يستأثر فيما بعد برعاية زوجين صغيرين صار لهما فرخا بالتبني وتستمر الخدعة على الأم والأب الجديدين الذين لا يتوقفان عن تلبية نداءاتها المستمرة للإعلان عن جوعه وحث المخدوعين لجلب الغذاء يأتيانه بالحشرات أو الغذاء إلى أن يكبر ويبلغ مرحلة الطيران حينها يفر بعيدا ثم بعد مرحلة النضج الجنسي إذا كان أنثى يرتكب نفس التطفل في دس البيض في أعشاش الطيور وتستمر حلقات الخدعة على النقيض من الوقواق سلوك نوع آخر من الطيور مقيم في السعودية ودول عربية الصفة الملفتة فيه بحسب مصادر علمية هي الإيثار تسميها المصادر المتخصصة الثرثار العربي وله اسم في معاجم العربية هو البلنسي والبلسي ومن أسمائه الشائعة عند الهوات الشويلة وجرذ السدر مع أنه طير تعيش طيور الثرثار غالبا في مجموعة مترابطة تستقر في المكان فترة طويلة وعن سلوكها في التكاثر والتغذية تبني أعشاشها ويساهم أفراد المجموعة معا في بناء العشاش والدفاع عنها والحضانة وتأمين الغذاء حتى أن الأنثى الواحدة حينما تحضر حشرات للأفراخ فأنها تغذي حتى أفراخ غيرها ومن أبرز المظاهر الجماعية في طير الثرثار أن المجموعة حينما تتغذى على الأرض يحدث أن أحدها يقع في أعلى شجرة يراقب المكان ليحذر بصوته المجموعة فيما لو أقبل مصدر تهديد كالطيور الجوارح ويحدث أيضا أن يأتي ثرثار آخر من المجموعة إلى مكان الطير المرتفع الذي يتولى مهمة المراقبة والحراسة فكأنه هنا يعطي إشارة تحية للمناوب الأول لتأمين سلامة المجموعة ويدعوه للتغذية مع المجموعة وأن الدور أتى عليه ليقوم بالمهمة بدلا عنه أعود للطير الأول الوقواق في منغوليا من الدراسات الحديثة قاموا متخصصون في مراقبة الطيور بإطلاق خمسة من الوقواق بعد أن ثبت على جسم كل واحد منها جهاز تتبع صغير قابل لشحن البطارية الذاتي من الطاقة الشمسية ويرسل إشارات ترصد عبر الأقمار الصناعية ومن النتائج التي أسفرت عن رصد وتتبع واحد من طيور الوقواق الخمسة قطع 26 ألف كيلو متر ذهابا إلى أفريقيا حتى عودته إلى منطقته في منغوليا عبر 18 دولة بما فيها السعودية بلغ متوسط سرعة طيرانة 60 كيلو متر في الساعة في رحلته حدث أنه طار قاطعا أكثر من 2500 كيلو متر طيرانه متصل بدون توقف تصور فتأمل في طول الرحلة والبحار والجبال والرياح وشدة حرارة الجو وبرودته وسوء الأحوال الجوية مع الطيران في ظلام الليل والمخاطر الأخرى التي اجتازها الطير ومع كل ذلك يعود إلى منطقته دون أن يخطي مساراته فسبحان الخالق عز وجل الذي قال في كتابه الكريم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون ألا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون لو امتد الحديث عن غذاء أنواع الطيور فسندخل بحرا من المعرفة والحقائق التي تكشف أنها تنفع الإنسان وبيئته بخدمات لا تقدر بثمن أسراب طيور تهاجر باحثة عن غذائها من الحشرات فتقضي على أطنان منها وفي أماكن يصعب على الإنسان الوصول إليها فكأنها تساعد في الحد من تزايد الحشرات حتى لا تصبح آفات تهدد المحاصيل الزراعية وسلامة الإنسان وطيور تأكل من الحبوب والبذور وتطير فتساهم في نقل بعضها وتوزعها في أماكن أخرى وطيور تتخصص في أكل الحيوانات النافقة فتساعد في إزالة وصاية أوبئة ونقل أمراض وطيور تتنقل بين الزهور فتساهم في تلقيح النباتات وطيور تهاجر بأسراب تأتي إلينا وتتردد على السواحل لتتغذى منها وتفيد في التخصيب بالعناصر النافعة وفوق هذا تعد أنواعا منها غذاءا لمن يحتاج الصيد أو يستمتع به وفق ضوابطه الشرعية والقانونية وتبقى الطيور عالم جميل وغني يتبادل معنا أو نتبادل معه المنافع في طبيعة واحدة وسلامة بيئة مشتركة وما من دابة في الأرض ولا طائم يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون